اشتركوا في القناة وكانت المحصلة 496 كشفاً بترولياً 352 زيت و144 غاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسينة ومعهم الدلتة وخليج السويس وعلى رأسها حقل ظهر أكبر حقل الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط باحتياطي 30 تريليون قدم مكعب أضافت اكتشافات دي احتياطيات بترولية تقدر بنحو 579 مليون برميل زيت ومتكثفات ونحو 51 من 10 تريليون قدم غاز طبيعي وأتى إجمال الثروع البترولية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 حوالي 673 مليون طن أبلغ حجم الاستثمارات لحفر 452 بير بترول 223 من 10 مليار دولار أمريكي وإبرام 120 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية وقمنا بإنشاء منتدى داشة المتوسط عشان نضمن الاستدامة كما نجح قطاع البترول في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لتصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكهب يومياً ما مكنوا من تحقيق الاتفاق الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير فزادت قيلة صادرات الغاز الطبيعي والمسالة عام 2022 لتحقيق 8.3 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار في 2021 وذلك بعد إعادة تشغيل ورفع كفاءة مجمعات إسالة الغاز في إبكو ودميات والجدير بالذكر أن صادرات قطاع البترول المصري قد ارتفعت خلال 2022 لتصل إلى 18.3 مليار دولار مقابل 12.9 مليار دولار في 2021 بزيادة نسبتها 42% كما بلغت مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية بتدفقات لاستثمار الأجنب المباشر بنحو 5.9 مليار دولار في 2022-2013 وتمكنت الدولة من تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتحولت مصر من دولة بتعاني من نفس الغاز للوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومش بس كده تم توصيل الغاز لنحو 8 مليون وحدة سكنية تمثل 60% من إجمال عدد الوحدات اللي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ 1981 وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 52 مليون طن في 2021-2022 من 39 واربعة وعشر من 100 مليون طن في 2014-2015 بزيادة 32.5% كما ساعدت الاكتشافات المتتالية لحقول الغاز الطبيعي في تعزيز الحصيلة الدولارية واهتمت الدولة المصرية بشكل كبير بصناعة البترو كيمويات لأنها صناعة استراتيجية بيتبني عليها صناعة تانية كتير وبتأثر بشكل مباشر على الاقتصاد القومي بسبب مرتودها الاقتصاد العالي وبلغ الناتج المحلي لقطع تكرير البترول 263.2 مليار جنيه بنسبة 3.5% من إجمال الإنتاج المحلي في 2022 وبالإضافة لكده عظمت الدولة عمليات البحث والتنقيب عن الدهب حيث أصفرت المزايدات عن توقعنا لـ 26 اتفاقية مع 13 شركة بإجمال استثمارات 65 مليون دولار وزادت عائدات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من 293 مليون جنيه عام 2014-2015 لـ 3 مليار جنيه عام 2022-2023 بالزيادة بلغة عشر أضعاف قفزات كبيرة في مجال الطاقة ورها مجهود مستمر داخليا وخارجيا لحفظ حقوقنا في ثرواتنا ومواردنا الطبيعية واستغلالها لاستغلال الأمثل والتحول من دولة مستوردة للغاز الطبيعي لدولة عندها اكتفاء ذاتي ومصدرة للفائط الخير كتير في أرض مصر ومازالت رحلة البحث والتنقيب مستمرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة